اتفاع طفيف على درجات الحرارة وعودتها لمعدلاتها يوم الخميس والتفاصيل بعد هذا الفاصل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع أن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام ويكون التقس مستقرا ولطيفا نهارا في أغلب مناطق المملكة يوم الخميس وباردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة على بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزيد من الإحساس بالبرودة أما خلال ساعات الليل فيكون التقس باردا في مختلف المناطق مع احتمالية تشكل الضباب الخفيف والضباب في أجزاء من السهول الشرقية والبادية ونود التنبيه من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر في أجزاء من السهول الشرقية والبادية نتيجة لتشكل الضباب نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري